السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا فحص الكلاتش. نحن نترككم بطر السيارة. بس قبل ما نبدأ برضو بنضح حاجة يعني المفروض ان هي ما بتفحص معك الكلاتش مية في المية. هي اغلبية الاحيان بتفحص معك يعني الدوسة. الدوسة هي بقعد ايه في الكلاتش او على الاسطوانة. يعني حتى مسلا لو اسطوانة بنسبة 70% معك مش هتظهر معك قوي لان هي هتجيب المسافة او الضغط اللي هو الدوسة. فالوضع هيجبه مختلف. السيارة اللي انا بكلمكوا الي حتى دلوقتي دي انا لسه مركب بكلاتش آآ مركب لها انسطوانة مركب لها دسك. آآ الديسك طبعا آآ آآ مشرخ يعني فيه شرخين تلاتة وفيها عتبة صغيرة كده كزلك الامر الهداف او Sure, العربية قالك خلاص ما ما مشكلة اركبي هم تانى واراكب استوانة جديدة. هنفحص دلوقتي برضه عشان نشوف بعد الاستوانة الجديدة هتجيب نفس الفحص والوضع هيختلف. طبعا زائد هنا والنقص. هنا دي مثلا بيطلع زائد بيطلع لفوق والنقص لتحت. تقلب. السهم اللي فوق بيسجل معك دخول والسهم اللي تحت بسجل معك خروج. طبعا عندي الزرارة للكيمة. هنبدأ ان احنا نقلب من زرارة القايمة. طبعا اني بعلب من القايمة. اذا انتم شايفين كده. طبعا هنهتظر معي الارقام ديت. تمانية. تسعة. عشرة. عشرة هنخش احنا هنبتد ان احنا نخش على اول اول حاجة. هيجيب لك اون وقف. بالزائد زي ما انتم شايفين. اطلع بالزائد لفوق. هاخش بالسهم اللي فوق. تاني. هاخش بالسهمة تاني. تاني. اون وقف. اطلع بالزائد لفوق. تاني. تاني اون. تاني اون. تمام كده. قدرت معي الاول القايمة اللي انا بدأت منها تاني. هبتدي اني اتك على زرار القايمة. اهو. زي ما انتم شايفين كده بص الكمبيوتر معكم. والزرار. هتقلب. احنا دلوقتي على رقم عشرة. المفروض ان هي هتقلب على 11. زي ما انتم شايفين دخلت في القايمة الجديدة. هاخش تاني من القايمة. برضو من القايمة. دمي لاش دعو بزرار الساعة ما نخش من القايمة. تاني. تمام. هنزل بالناقس على اخر واحدة. هاخش بالسهم. كده دخلت على القايمة الاساسية. لا الكمبيوتر لتدير. احطان. بس ا خEx E F R. جيم جي اس. كل حاجة. هاخش بقايمةنا على JFR اللي هي اعتبر ثالث واحدة. هاخش بقايمة تمام كده اخش انا على تاني واحدة بالسهل همتظر سانيتين هبتدي اقلب اني لحد رقم 16 شايفين هو رقم واحد بالزائد طبعا انا بقلب بالزائد رقم 16 بصو صفر رقم 16 معي صفر طبعا انا دوسة ربعة دوسة الكلتش دلوقتي اه نص دوسة دوسة الكلتش الالاخر تمام اهوت بصو كمان هاد يجير اهوت نوريوس تمام اهو اشان برضت بمتعكدين اهو تسافر اهدو باكلمست ندوست نص كمالت الدوسة الالاخر اهو 98 تسعة وتسعين اهو سبت دوست معك تسعة وتسعين ما فيش اي مشكلة كده الكلتش باين معي ان هو اه كويس الضغط بتاعه كويس اه دوسة جايبة للاخر اه الفاصل جايب اه صفر لما سيبرد لها من على اه اه الدبرياش او الكلتش بجيب معي صفر يعني كده ما فيش ضغط على الاه ما فيش ضغط على الاستوانة لما بدوس بجيب معي الدوسة تمام كبتا هنبتد ان احنا نرجع تاني من القايمة يرجع واحدة تاني اطاع المعشر كده نرجع من القايمة تاني هخش تاني على على ركم عشر اول حاجة هنخش عليها تاني بالسهم هنقلل بقل نقف تاني. طبعا هنزل بالنقص. اهوات. هاخدش بالسهم على اف. بعد انا هاخدش تاني بالسهم. تاني. هقلب اف. هقلب تاني اف. خلاص كده. كده لواني اتكيت على زرار الكايمة دلوقتي تاني. اهو. هيرجعني اه لرقم واحد مش هيدخل في الكايمة الجديدة زي متشايفين. اهو كده الحمدلله. اه خلصنا موضوع فحص الكلاتش من عن طريق كمبيوتر للسيارة. اه معكم اخوكم محمود. اه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.